توصلت فعليات القافلة الطبية بوحدة طب الأسرة بمدينة حلايب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لمائتين وخمس وخمسين حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين مشيرا إلى أنه تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع إهالي مدني وقرى محافظة البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر